اوعى تفوتك مبادرة الحصول على الامريكية باخر تعديلات وباقل تكاليف وابن الاسئلة وبالمتابل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم موفق علي اه كنا كلمنا قبل كده مع بعض على القناة عن ازاي ان احنا نقلل مع بعض تكاليف اه الحصول على الشهادة الامريكية اه باعتبار ان الحمد الله بقت في مصر والتكاليف كنا وشوفنا كده حسبناها مع بعض في الفيديو اللي موجود قدام حضاركو ده على القناة زملة حسبوها كانت حوالي ستة الاف دولار قبل كده علشان تخلص الاربع بغطات بتاعة الامريكية والحمد لله لما بقت متوفرة في مصر وبعض الدول العربية مسلا كان في في الاوردن برضو في نفس التوقيت بتاعة مصر شفنا تكلفة كانت حوالي اربعة تلاف وشوية وقلنا ازاي ان احنا اهم باندي فيها في بنود ما نداش نشيل التكلفة من عليها زي ام ام الامتحانات الامتحانات الدولية والامتحان بتاع الاربع برطات ولكن كان الماتيريال حضط لك ان انت تشتري ماتيريال بالفين دولار فاحنا قلنا طيب محتاج برضو يعني شرح ومحتاج ماتيريال ومحتاج حد يشجعك ومحتاج اسئلة اسئلة او يعني اسئلة حديثة بحيث ان انت تحل كتير لان معروف ان الشهادات الدولية ام يعني الفهم عليه عنصر مهم ولكن الحل الكتير والتمرن الكتير ام اهم بكتير. فالحمد لله احنا كنا عملنا مبادرة كده والحمد لله في اه في ناس كتير يعني تقبلوها وتعاملوا معها لو بصيت حضرتك كده على يعني الفيسبوك كان في اه الايفنت هنا تلاقي مسلا في ناس سجلت في الايفنت في النموذج ام كنا دخلنا مع بعض كده وشوفنا ازاي ان احنا نقلل التكلفة ان احنا ان شاء الله نحاول نجيب الماتيوية الجديدة نشتري الماتيوية الجديدة نعمل اه يعني اكاونت مع بكر بيعتبر ان هو افضل دلوقتي يعني افضل اه الكتب او الماتيوية البتاعة الامريكية وكمان عنده التست الاربع كتب والاسئلة الجديدة وهتوفر ان شاء الله الشرح والمادة العلمية والاسئلة وتقدر ان ان تتخش على الموقع بتاع الاكاديمية بتاعتنا يعني الموقع التدريبي اه كل ده هيبقى متوفر ان شاء الله بقى التكلفة وكمان انت محتاج معاك يبقى جروب يشجعك ان انت ما تكسلش ما تتوقفش اه الموقع بتاعنا بيسمحنا ان احنا نعملش هات مع بعض حتى لو مش يعني مش في المحاضرة اه الجروب نقدر نتكلم مع بعض نقدر نشوف ايه خلصنا ايه عملنا ايه اه وغير كده المحاضرات ممكن بتتسجل وتتوقفها على الموقع ممكن تدخل الموقع تشوف المحاضرات تشوف المادة العلمية اللي بتحدث ان شاء الله اهو تبول وكذلك المسائل وتحلها مش يعني تاخدها كده وبس لا تقدر تحلها على الموقع زي ان شاء الله الامتحان. فا اه دي كانت المبادرة وقلنا ان احنا هن يعني هنحاول نقلل التكلفة قوي لو قلنا ان مسلا الاربع برتات كل برت اه مية دولار دي كانت المبادرة من مننا الحمد لله ان احنا نقلل التكلفة ونقدر ان احنا نساعد بعض اه نعمل انجاز كويس كده زي كده وناخدها كلنا مع بعض طيب فا اه كان في مشكلة ان قلنا نعمل التسجيل ده يعني بحيس ان ايه يعني اه طبعا ده موقع النسبة دخلنا فيه مع بعض قبل كده عليه ودخلنا على ال اي اي سي بي اي علشان نشوف اللي بناخد منه اسئلة وبنشوف الايه يعني ازاي هنستفيد منه وده موقع بتاع بكر تمام طيب اه كان فيش وقت تعليقات كده مسلا للناس نحب ان ده ده الموقع بتاع الاكديمية لو انت ده مسلا تقدر زي هنا كده مسلا تقدر تشوف اه الحاجة المكتوبة الصور الفيديو مشروح اه مادة علمية تحملها اه فا هيبقى الحكاية دي متاحة ان شاء الله ان شاء الله مع بعض هنبقى في المعيد لنحددها مع بعض وكمان اه المحاضرات اللي تتسجل تتوفع على الموقع يبقى ليك ان انت هتدخل عليها ان شاء الله فدي الكاية الميزة الميزة كمان ان احنا ان شاء الله نوفر المادة العلمية بشتدفع بقى الاقام اللي هي الرهيبة اللي انت شايفها بقى تلات تلاف دولار ولا الفين دولار ولا الكلام ده لأ ده احنا نقول ميتين دولار بس اه بتاعتها سوري ميت دولار بس للبرد يعني اللي اربع عبر تقاط ربعمية دولار هتوصل لك للمادة العلمية جديدة اه بنك الاسئلة الجديد الشرح زي ما قلنا بالعربي وبالانجليش هنشجع بعض كلنا ان احنا الجروب اللي احنا الموجود ان احنا نخلصها وناخدها اه بعض التعليقات اللي انا شفتها على القناة ممكن اه انا كتبتها بقى يعني معلش كده ايه لو بصينا كده على التعليقات طبعا من حق الزملاء تسأل وتتطمن فمسلا اه ده الفيديو اللي انا كنت رفعته قبل كده من كام يعني اعتبر شعور اللي فات تمام وفي حد من الزملاء قال اه ان ان مسلا انا كنت بقول ان تاخد من بلدك هنا في مصر على اساس ان هي بدأت تبقى متاحة مش لازم تسافر برا ففي حد من الزملاء كتب ان هل ده للمصريين بس ولا ينفع لو انا اه سعودي او غير مصري طبعا ينفع كل الجنسات العربية طبعا تنورنا اه دي السؤال انا برضو حبيت ارد عليه اه في سؤال اتقال ان هل المبادرة دي مجانية اه طبعا للاسف مش هتبقى مجانية لان احنا جربنا قبل كده الكورسات المجانية يا جماعة محدش بيلتزم كلنا بنلتزم لما بن يعني ايه اه ولو كانت تكلفة قليلة احنا بنقول الاربعمائة دولار دي ولا حاجة بالنسبة للكورسات التانية انت بتشوف كورسات بعشرة الاف وبعشرين الف وبتناشر الف عافين حضراتكو طبعا اه ولكن اه المطلوب ان احنا اه نشجع بعض ونكمل وزي ما قلنا كده هنتابع الموضوع للاخر ان شاء الله الاربع عبرتات هيبقى الشرح بطريقة عربي وانجليش بطريقة مبسطة مع بعض. اه الحمد لله شرحنا قبل كده الفاينانشال الفار يعني الحمد لله اه برضو اشتغلنا مع بعض فيها وحلينا عليها وبرضو البيك والريج ان شاء الله وهنجيب زي ما قلنا كده الماتيريال احدى استعديلات وهتوصلك الماتيريال والاسئلة وايه تاني يعني كل حاجة تبقى متوفرة ان شاء الله ما فيش غير ان انت بقى ايه تتكر على الله وتزاكر وتنجح طيب في حد كان ايه ضمان الجودة في حد برضو من الزملاء اللي سجلوا على النموذج النموذج برضو هيتحط تحت الفيديو في حد قال ايه ضمان الجودة والجدية الضمان الجودة يا جماعة ان القناة دي مسلا احنا حطناها هنا بقالها اه بقالها اكتر من تسع سنين. فالناس الحمد لله شايفانا وبتدرس معانا والناس بتنجح وبتلاقي على اليوتيوب او على الفيز بنكتب فلان الحمد لله نجح فلان الحمد لله حصل على شهادة حصل على سي اف ام اه فكل حاجة مع بعض بن يعني ايه اه فانا انا مسلا لو سألتني هقولك ان القناة بتاعت اليوتيوب دي انا مش عاملة قناة ربحية يعني انا مش بتجيب لي مشاهدات حتى بصيت كده هتلاقي يعني مشاهدات الفيديو قليلة يعني ولكن هي قناة يعني ايه اه اه تشوف طريقة الشرح بتاعي تشوف اه هتنفهم مني ولا لا هتشوف انت هنفع معاك كده ولا لا فده ده ال اه فهو ده بالنسبة لك يعني احنا بقالنا انا انا بشرح بقالي حاجة وعشرين سنة انا معي ام بي اي وماجستير في المحاسبة والحمد لله شهادات الدولية بقالي اتنين وعشرين سنة في المجال المحاسبي بشغال مراجع حاليا اه ايه تاني اه الحمد لله الشهادات المهنية والشهادات الاكاديمية وفي نفس الوقت الشغلي والتدريب اكتر من داخل عرضاتي على حاجة وعشرين سنة تدريب فادي حاجة الحاجة التانية حد قال لي تقليل الرسوم فمش عاقب فانقال لي اكتر من كده يعني انا كاتف بس الكم حاجة كده اللي تقالت فانت لو حضرتك لو شفت هتلاقي ان في ناس بتشرح بعشرة وابتناشة والف وبتاع احنا بقولنا بقول لك مسلا ايه مية دولار البرت الواحد يعني حوالي الف ونص يعني البرت الواحد الاربع بارتات هنبقى مع بعض لغاية ما يخلصوا ان شاء الله اه زي ما قلنا كده الشرح بالعربي والانجليش اه بعد الشهادات ده الشهادات ده وليه بعد ما تفهم على طول لازم تحل بنك الاسئلة الماتيرية الجديدة ان شاء الله الفين واحد وعشرين يعني طبعا مش الفين واحد وعشرين بس احنا احنا قلنا ان الوضع دي هنتبع بعض سنتين ان شاء الله تمام فا اه الحديث كل ما تتحدث كل سنة مسلا ولا كل كام شهر ايا كان يعني هنوصل لحاجة حديثة هننشر الماتيرية على الموقع بتاعنا هتبقى ايه متاحين للمشتركين بتوى الكورس طيب في حد بيقول لي برضو حاول تقلل التكلفة التكلفة مش رمزية ولا حاجة طبعا زي ما قلنا كده ان هي كده طبعا قال الحاجة برضو في حد بيقول لي ممكن ندفع اقصاط ما فيش مشاكل ندفع قصتين علشان بس ندفع ونشتوي الماتير ونبدأ احنا عافين ان المبادرة مش هدفة للربح يعني احنا قلنا قبل كده ندفع حوالي اربعين الف الموقع والزوم والمادة العلمية دانك الاسئلة الاشتراكات الحاجات دي كلها تبقى متوفرة لحضرتك زي ما قلنا كده موجودة على طول اه انا بقول للحاجات اللي هي التعليقات يعني انا انا قلت اعلق اعمل الفيديو ده عشان اعلق على الناس او يعني ارد على التعليقات بتاعت الناس لاي حد محتاج حاجة نوضحها اه في حد كان قال لي اه انت هتشرح اونلاين هنشرح ان شاء الله على زوم والمحاضرات يعني جودة عالية ان شاء الله والصوت كويس اه تاني حاجة بتسجل ولا لا عشان انا لو مش 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 فاضي او في الشغل المحاضرات زي ما قلنا كده بتسجل وتتوقف على الموقع التدريبي بيبقى لك اكاونت تدخل اي وقت تسمع المحاضرات اكاونت باسورد ويوزا ونيم اه حد بيقول لنا تجارة عربي هتنفع ولا لا تنفع ان شاء الله اللغة مش حائقة احنا بنتكلم مع بعض كده بالعربي وبالانجليش بالبلدي بنشرح كل حاجة بنمسك الحاجة مفصصها نترجمها المطلوب مش الترجمة المطلوب الفهم اه لما تلاقي نفسك بتحل لما تلاقي نفسك ان ان شاء الله متجرق على الامتحان مش هتبقى الان ان شاء الله والزميل اللي قال لنا لازم مصر بس لا طبعا ينفع السعودي ينورنا واي جنسية طبعا ينورنا وانتشوفنا هنتبع بعض مش هنسيب حد بقى كده ايه يتكاسل هنتخانق مع بعض خلصت الاسئلة اللي عليك ولا لأ خلصت مين سمع الفيديو ولا لأ مين حضر معنا مين زاكر مين بنا يوفقنا ونتعاون على الحاجة الخير اكتهت شوية الحياة كفاح الحياة كفاح ولازم كلنا نحاول نطور نفسنا ربنا دايما بيساعدك ويوفقك طالما انت بتحاول تطور من نفسك بتحاول تساعد من نفسك اه محتاج الشرح ان شاء الله هنوفره محتاج الماتيران الجديدة بنك الاسئلة محتاج حد يشجعك ان انت ما تكسلش وتدفع فلوس وبتاعه ما تكملش وبتاع لا ان شاء الله الحاجات دي كلها هتبقى متاحة اه بالتوفيه ان شاء الله بالتوفيه ان شاء الله آه خلاص هنبدأ خلاص يعني آه نسأل الناس اللي تسجل بقى وتحجز وتدفع علشان نشتري الماتيران ونبدأ على طول ان شاء الله اخر الشهر بالتوفيه ان شاء الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته